النهاردة على سبيل المثال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شايع السوداني الرئيس في هذا اللقاء كان واضح جدا في دعمه دعم مصر باعتباره رئيس جمهورية مصر العربية لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية لما بين البلدين أشار فخامة الرئيس إلى ثوابت رسخة للسياسة المصرية تتعلق بمسندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعاد خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار فخامة الرئيس أكد على حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في كل البجالات هي سياسة اقتصاد تجارة ثقافة إلى آخره والإسراع في تنفيذ مشروعات مشتركة ما بين البلدين وفقا لاحتياجات الشعب العراقي بالطريقة اللي تعزز تكامل ما بين الجانبين بغداد القاهرة القاهرة بغداد نحقق بيها أهداف تنموية مشتركة زي ما قال الرئيس لرئيس الوزراء العراقي طبعا وإحنا مستمرين في مواصلة العمل في إطار آلية التعاون السلاسي لو حضرتك تتذكر أتمنىك ما تكونش نسيت ما بين العراق الأردن ومصر طيب من ناحيته رئيس الوزراء العراقي أكد على تأديره للجهود المصرية الدعم للعراق على كل الأصعيدة وأكد حرص بلاده على تعزيز كافة أطر التعاون الثنائي الرسخة ما بين مصر والعراق وكمان استطلاع آليات دفعها لأفاق أكثر رحابة والاستفادة من الكفاءة المصرية في مختلف المجالات